في فقرة دي معنا واحد من أهم النجوم اللي تركوا بصمة في تاريخ الكرة المصرية صحيح ما لعبش لا للأهلي ولا للزمالك بس هو واحد من اللعيبة اللي لعبوا في عدد كبير جدا من المباريات على مدار مشواره الطويل وكانت كل المباريات دي بأميس فريق حرس الحدود فريق حرس الحدود اللي عاصر جواه هو أجيال كتير معنا النهاردة في البيت الكبير الكابتن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود واللي قدر الحقيقة أنه يؤكد السنة دي أنه صاحب فكر على الرغم من النتائج اللي مخدمتوش يمكن مع الفرقة اللي هبطت ليه الدرجة الثانية كابتن محمد حليم مساء الخير مساء النور حددك كابتن هاني طبعا وكل مشاهدين مساء الخير حليم نور كابتن هاني منوارنا نور كابتن هاني ربنا وزي ما قالت سهام يمكن مشوارك خلال مشوار التدريبي خلال السنة دي كان فيه أبندون يعني كان فيه صعود وهبوط لكن احنا شايفين نكحات حاجة كويسة جدا جدا وعندنا شوية ملفات كده نتكلم عليها الحرس الحدود رؤيتك للدوري كل حاجات دي إن شاء الله نتكلم عليها بس معنا تقرير يخص الكابتن محمد حليم نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم نجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير في موسمه الأول في منصب المدير الفني بعد أن ظهر فريق حرس الحدود معه بصورة قوية قبل أن يرحل عن الفريق في خضم منافسات الموسم بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والتي لم تتحسن بعد رحيله المدرب الشاب المتميز محمد حليم ولد محمد حليم في الثاني من يناير عام 1977 وارتبط خلال مسيرته الكروية كلها بفريق حرس الحدود على الرغم من الفرص الكثيرة التي واتته للرحيل عن النادي لكنه ظل مرتبطا بالنادي العسكري طوال مسيرته التي استمرت لنحو خمس عشرة سنة في رداء قميص الفريق الكروي الأول بالنادي الحدودي العريق وخلال هذه الرحلة خاض حليم 384 مباراة كأحد أكثر اللاعبين مشاركة مع فريق واحد في الكرة المصرية وسجل خلال هذا المشوار 20 هدفا وعقب الاعتزال عمل محمد حليم في الجهاز الفني لفريق حرس الحدود ثم تم الاعتماد عليه في منصب المدير الفني لكن النتائج جاءت أقل من مستوى طموحات مجلس الإدارة فضلا عن موسم صعب ومضغوط في ظل جائحة فيروس كورونا مما دفعه للرحيل عن النادي وتعيين طارق العشر مديرا فنية لكن النتائج لم تتحسن أيضا وعاد مجلس إدارة النادي إلى محمد حليم من جديد لكن الوقت لم يصعف لانتشال حرس الحدود من الهبوط إلى دور المظاليم في كل الأحوال ظهر محمد حليم بصورة جيدة في منصب المدير الفني لأول مرة في مسيرته وأكد أنه مدرب قادم على الطريق وإن كانت النتائج ليست على المستوى المأمول رجعنا مع حضراتكو كابتن محمد حليم حليم يعني قبل ما خش في حرس الحدود والموسم اللي فات أو يعني توليك المسئولية على مستوى المدرب العام ثم الرجل الأول ثم رحيلك ثم عودتك تاني هل يتكلم على رقم في التقرير لفت نظر جدا أولايل جدا في مصر تلاقي لعيب بيقعد 15 سنة في نادي واحد وعايز أعرف السبب ارتباطك قوي بحرس الحدود وعدم انتقالك رغم أن كان فيه فرص تتنقل لبعض الأندية في الدوري لكن تمسكك بحرس الحدود بشكل كبير جدا بسم الله الرحيم طبعا كابتن هاني حرس الحدود أنا اعتبرته بيتي أنا من نوع العاطفة شوية كنت بتعامل بالعاطفة بشكل كبير جدا رحت نادي حرس حدود من 99 بطلت موسم 2015 اعتبرت ثلاث مواسم في الممتاز به مع حرس الحدود كان باسم السواحل أياميها مع كابتن همد عمر كانت البداية وبعدين كانت من طريق العشري ساعدنا موسم 2002 يعني ارتبطت بالنادي ارتباط كبير جدا حسيت ان هو بيتي حتى لما حصل فرص ان انا اطلع يعني كنت حتى بروح يوم ماقدرش بقدرش اكمل ارجع تاني يعني روحت قبل كده روحت معكبتن حلم ترون اتصالات مرة يعني اتفقت معهم وخلصت وخلصت كل حاجة ما قدرتش روح تراجع معكبت ان طلعت يوسف بتارت اضعاف المبلغ في تليفونات بنسويف بتارت اضعاف المبلغ عدت يومين معه في التمرين ورجعت تاني ما قدرتش خلص فكان عندي ستة وتلاتين سنة كمان ومجدد معهم سنتين واخد تلت اضعاف المبلغ رجعت مرة تانية كنت مرتبط ارتباط كبير جدا يعني عاطفيا يعني من نوع العاطف شوية كنت مرتبط ارتباط يعني حاس ان انا برا حالة حدود مش هحية لما اتعرض عليك فكرة انك تكون رقم واحد في الجهاز الفني ما جاش على بالك انه انا لسه صغير لسه محتاج خبرات في بعض الناس اللي كانت ممكن تشوفها ريسكي شوية مجسفة ما فكرتش في ده وانت بالعكس يعني انا شفت ان انت ماسكت في الفرصة واستفدت منها اكيد يا كابتن محمد بس ده ما قلقكش في الاول والله هو صغير يعني في مصر بس بقول صغير يعني فيه مدربين اربعة و تلاشين سنة وستة و تلاشين سنة اقاموا بذور الرجل الاول يعني انا شايف ان يعني تلاتة واربعين سنة وشهر واحد الجاي عبر اربعة واربعين سنة يعني انا شايف ان سن مناسب جدا جدا ما بخدش فرصة ديوقتي هتخدها امتا يعني مفيش يعني مصر بالذات اخدين فكرة كبيرة جدا ان المدرب لازم يبقى شعره ابيض ومخاضرة عشان خاطر يمسك فرقة بالعكس بس يعني اعتقد برضه حليم خلينا نتكلم بكل امانة الفترة اللي فاتت فيه لا وهنتكلم في الملف هدي شوية فيه بعض اللاعبين الصغيرين بيطلعوا لكن خلينا نتكلم على حرس الحدود نفسه حرس الحدود انا شايف ان كان موسم متزبزب جدا وعايز اسمع منك انت الاسباب الحقيقة لسقوط حرس الحدود للمنتزب والله الاسباب بأسبال كتير طبعا احنا بعد طبعا توقف كبير جدا بسبب جائحة كورونا اربعة شهور ونص فترة اداد خمس اسابيع غير كافية تماما للعب المصر كابتن هاني حدك عارف الكلام دوت يعني ده عقل برضه عقل مع ناس عندها عندها امكانيات بشرية كبيرة يعني لعيبة احنا مشكلة مجمناش لعيبة صراحة في قول الموسم يعني التحضير لقول الموسم اللعيبة يعني كان عندنا اعداد قليلة جدا وكانت اعراض كتيرة برضو سبع تمنع اعراض اصروا طبعا على الفرق لما مش دلوقتي يعني دلوقتي هقول لها حدك ان معي انا حاجي لك انت هتعمل الفترة يعني ماتشوت كل يومين او كل ثلاثة يام ما معكش عدد من اللاعبين ده بتأثر بشكل كبير جدا لما تعتمد على نفس اللعيبة 14-15 لعيب بتلعب مثلا من ماتشش كل ثلاثة يام وكل يومين ده بتأثر بشكل كبير جدا اصرت علينا بشكل كبير جدا اضافة طبعا العظم التوفيق في ماتشوت كتيرة جدا من حياتك شوفت كابتان هاني يعني في ماتشوت كتير جدا يعني لك عد تتخيل بلعب مبارات الاتحاد او الإسماعيل وبعدين الاتحاد بيجيلي خمس ضربات جزاء بكسفش الماتشين خمس ضربات جزاء في الماتشين بضيع طرح ضربات جزاء في يوم بكسفش الماتشين بيخش فيها أهداف ديئة 97 ببقى كسبان واحد سفر أتعادل واحد واحد ببقى اتعادل واحد واحد يخش فيها جون في ديئة 97 معنا ما دي المقولين اتنين اتنين ورا بهاجم هكسب وليه ضرب الجزاء يخش فيها جوم في الديئة 97 برضو حاجاتها غير طبيعية ممكن تموت أي مدرب بس أنت مشيت في مباراة الحزم الحرس الحدود أكيد كنت بتتبع الفريق من بره طبعا إيه اللي كنت بتشوفه إيه اللي كان إنت لاحظته وإنت موجود مختلف عنه وإنت بره الفريق صعب طيب طبعا كابتن طارق ده أستاذي يعني طبعا والراجل كان لي فضل كبير جدا علي طبعا هو العمل الفرقة دي لسه متخاصين لأ هم متخاصين كابتن طارق خالص فعلا خالص مين carriesة يعني اسمعنا كده ترتيشك لا خالص كابتن طارق طبعا دي فضل كبير جدا علي ده هو هو إنساء عدي مع الفرقة وهو اللي قاعد مع كابتن حلمي طول 2018 لما يجي مع كابتن حلمي طول ون هو تمسك بيا جدا فراجل ليه فضل كبير جدا عليك كنت شايف المباراة ازاي من بره لما مشيت طبعا لا كنت قول مباراة من بعد ما مشيت بيومين لعبوا امبي وعملوا مباراة كويسة جدا كتروح كويسة جدا بس انا حسب بعديها ان يعني بقى فيه فطور شوية في الفرقة والفرقة قلت نسبيا يعني الحماس قل نسبيا مش عارف ليه مع ان الفرصة كانت لسه مواتية لنا اضافة لبعض الأخطاء حصلت تحكمية حصلت في مباراة شجيش يرجع البار بفاول قبلها بدقيقة وبعدين ماتش اصوار نفس القصة فكانت حاجات حصلت غريبة في الماتشات كلها بس انا حسيت ان كان فيه شوية فطور في الاداء شوية في الماتشات اللي بعد ماتش امبيا طب خلينا نكلم بكل امانة ونتكلم بكل صراحة انا شايف من وجهة نازل انا انفرقت على الماتشات يعني انت بعد طبعا هو رحيل الكبت انطري العشري هو راحل عشان رايح النادي المسط بالضبط وانت توليت المسئولية بشكل كامل انا في اعتقادش الشخصي انا شفت مباريات المستوى الفني كان افضل كاداءا من فترات طويلة لحرس الحضور طريقة اللعب اختلفت شوية احنا عارفين طبعا طريقة الكبتن طريق العشري بتعتمد على نقل الكرة باسرع ما يكون في تلت ملعب الخصوص شفنا كرة مختلفة شوية شفنا بتبدأ شوية من تحت يعني بتبني شايف ان كمان فيه طبعا انت بالك فترة طويلة في النادي بس كان فيه انسجام واضح ما بينك وبين اللعيبة وشكل الاداء اختلف ده من وجهة نظري ايه اللي انت عملته علشان تعمل الجزئية دي هل غيرت من اسلوب اللعب لان احنا شفنا شفنا كرة مختلفة نتائج ما كانتش وحشة اوي لكن مساعدتكش بشكل كبير لكن ايه اللي عملته مختلف في دورك كمدرب عام ولما توليت المسئولية كرجل اول الحمد لله كابتان هنا كنت رائب جدا من اللعيبة اللعيبة كتلقت بقى قوية جدا يعني انا كنت اهم فترة بالنسبالي او اهم فكرة بالنسبالي ان هما يصدقوا ان هما يقدروا يلعبوا كرة يبدأوا لان انا قناعاتي ان اي حاجة ملهاش بداية ملهاش نهاية لازم تبدأ وتطور وتنهي عشان خاطر شكل الشكل العام انا كده انت ما كنتش كان مدرب عام ما كنتش مقتنع بطريقة الكابتان طريق العشري الكابتان طريق ليه فلسفه طبعا فلسفته نجح بيها في قنديا كتيرا جدا وهو عارف ممكن يكون عنده قناعات معينة مش يعني اساعد كنت بتكلم معها طب نحاول نبدأ ولا انت خلاص يعني الموضوع بالنسبالك بقى ده سيستم وبتساستم اللعيب على الكلام دات ولا حاولت معها وقت ملأ وقت يا كابتان ليه ما نبدأش من تحت بصراحة ما حاولتش لان اصلا يعني كابتان طريق كان بيجي بجهازه كمان كابتان طريق كان بيجي معه جهاز جهازه احنا كنا كابناء النادي كنت انا وكابتان ميكي موجودين فكنا مكملين معاه وكنا بنساعد طبعا بما يرد الله طبعا وحاولنا طبعا وكنا نقولوا ارقنا ارقنا الفنية في اللعيبة وكلام دوت طبعا كابتان تفتح بالرأي الاول والاخير طبعا انما انا يعني كابتان طريق نجح بطريقته وهو عنده فلسفة ان معظم المدفعين يعني يعني بعرفوش ابنه كورة كويس من تحت وحرص المرمى فبيخاف الكورة قطعة كافة انتوار فبيعمل بيعمل ريزك كله في الناحة التانية في النص المعبة التانية معايدة اقولك ففديك هتفتسافتي انا كان فتسافتي انا يعني اللعيبة تقدر 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 تبني وصلت لهم الاحسان او الحمد لله وهم اقتنعوا تماما وادروا وادروا وفي العيبة يعني الحمد لله ظهر بشكل كويس جدا معايا عشان هم كانوا على ارتباط او في علاقة طيبة ما بينك وما بينهم وانت خلقت الروح ديت ما بينك وما بينهم مش عايزة جيب سيرة اسماء تانية بس انت كان في العلاقة ديت شفناها طبعا اللعيب انا قريب منهم الحمد لله في السن وكده وفي بعضهم اللعبت معاهم اللعبت معاهم في الملعب يعني الحمد لله عملنا علىها كويسة وعادنا كلنا في مكان واحد بسبب احداث كورونا فترة كبيرة جدا خمس اسابيع عادنا في مكان واحد كلنا مكناش منتحرك مع بعض او معسكر او معسكر كان كامل حاجات الكويسة بين اللي عملنا مجلس دارة النادي نفيها عنديها كتير بمواصل نعملش كده كنا يعني يعني اللعيبة كانت قاعدة كلها في مكان واحد كنا على طول اكلنا وشربنا وحياتنا كلها كلها بحصل ارتباط عاطفي كبير جدا بيننا ومن بعض فلما بحصل الارتباط العاطفي ده اي معلومة بتقولها او تقولها للعيب بيتقبلها بسهولة وعايز اقتنع ان هو لعيب كورا كويس فهو اقتنع وصدق فقده بشكل كويس عملتوا بشكل كويس بصراحة جدا جدا في الغالب اي فريق ما بيحققش الهدف بتاعه بيبقى اللوم الاول على المدير الفني فحالتك انت يا كابتن محمد يمكن كان فيه اسباب اخرى هل انت يعني ما كانش عليك كل اللوم كان فيه اسباب تانية اكيد انت بتحمل نفسك جزء من المسئولية دي ولا لا انت ملكش علاقة بالقصة دي لان انت محضرتش اغلبها اي مدير الفني من مسئول يعني اي اختارة مدير الفني بيبقى مسئول يعني شال جزء منها اكيد طبعا احنا كل اي حد مسئول عن مكان بيحصل فيه عدم توفيق بيبقى هو يعني بمسئول حملت نفسك ايه من المسئولية دي انه الحرس يهبط للقسم التاني لا ممكن مرة اكون عملت تغيير غلط ممكن مرة اكون محصلش معي توفيق لا بس خلي بالك برضو حليم يعني الموضوع المسئولية دي تبقى دايما خلينا اتكلم كله امان اه المدير الفني هو اللي بيشيري المسئولية كاملة لكن بيكون فيه فيه ظروف صعبة بتمر فيه اصابات فيه عدم توفيق حتى للعيبة فيه عدم توفيق للمدرب لكن انا شفت ان يعني وانت فيه قصة مدرب رايح جاي ده لا هتكلم فعليه اللي هو انت انت روحت يعني انت كنت موجود كراجل تاني وبعدين توليت المسئولية كراجل اول اعتقاد الشخصي الاستمرارية كراجل اول انا في اعتقادي كان الافضل من ناحية وجهة نظر الشخصية انا بقولك كرأي واحد بيشوف الدوري استمرارك في كراجل اول كان ممكن يكون ليه عامل ايجابي اكتر من كابتن طارق ليه كل الاحترام لكن عودة الكابتن طارق وانت رفضك تكون الرجل التاني تاني او ترجع للمدرب العام يعني كان لها اسباب واضحة بالنسبة لك انك انت بتقول كابتن طارق واشتغلت معاه وهو اللي اهلني فبعد ما مست كمدر او مدير فني رفضت تلعب دور الرجل التاني انا تعودت في حياتها كابتن انا اخد خطها لقدام اما مرجعاش مرة تانية فكبتر بامان كل امان لما راجع للمرة تانية يعني اتكلم معاه كتير جدا ان انا اكمل معاه في الجهاز وكده فانا يعني اصريت اسرار تام يعني قلت له كابتن انا دلوقتي اخدت خطها لقدام المفروض انت تساعدني فيها ما مرجعش فيها تانية وبعدين بتمنالك كل التوفيق وانا مع النادي ومع الفرقة مشجع مدربات بلغاية ما الفرقة تقفى الرجلها مرة تانية فانا من نوعية خلاص انا خلاص ما اقدرتش بقى خلاص تدور الرجل التاني خلاص خلاص انت كنت مسك الفرقة بشكل كويس بالضبط حتى نظرة اللعيب هتختلف وانت كنت تدي صاحب قرار صاحب توجيه اللعيب توجيه اللعيب رأي كلام دوات ما ترجع تاني اللعيب كتير جدا حاولت تكنيه ان انا بقى موجود بس انا يعني الحمد لله يعني قراري كان يعني كان هو الاسوب بالحمد لله بعضو ايه المسئولية اللي انت بتحملها لنفسك في انه حرس الحدود يهبط يا كابتن محمد انا كابن من ابنان ادي حرس الحدود طبعا لازم اتحمل المسئولية طبعا ان احنا نزلنا ان احنا كان في فرصة نحن للموجودين يعني احنا كنا احسن من فرق كثير جداً في الدوري بشهدت الناس كلها فترات طويلة جداً كنا احنا احسن بدليل اخر مطشين لعبناهم كمان مطش الزمالك ومطش الجونة يعني مطش الزمالك مكناش نخسر فيه خرص بكل المقيس كنا عامنين مباراة كويسة جداً كاسبين واحد سفر ولينا ضرب الجزاء في اخر مباراة بشهدت الناس كلها بشهدت كل خضراء التحكيم بس دايماً كابتن حليم دايماً حرص الحدود يعني قدام الاهل والزمالك والمقولين بيقد بشكل بشكل جيد خلينا نتكلم ممكن نتائج ما تكونش او خبرات ما تساعدكش ان انت بتعمل نتيجة لكن مع الفرق في نفس الليبل وده شوفنا ايه ممكن حتى مباراة اسوان كان مباراة مهمة جداً بالنسبة لحرص الحدود انت طبعاً ما كنتش موجود كمدير فني بيلاقي الاداء بيقل شوية ويمكن ده اعتقد ممكن يكون سبب واضح ان هو بتلعب مع الليبل بتاعك بشكل اقل ما بتلعب مع الليبل الاكبر ايه تفرق بالدوافع انت تعرف حداك الدوافع لما يكون بتلعب اهلي او زمالك اللعيب بيبقى مركز متين في المية او فرقة كبيرة بيبقى مركز متين في المية بيجي فرقة طبعاً في نفس الليبل ممكن دوافع الفرقة التانية بتبقى اعلى ان هو ممكن بلاعب بحرص الحدود اللعيب بتاع حرص الحدود ممكن يقول ان ده لعيب مثلاً اسوان ممكن انا اعلى منه في الليبل والكلام دوت بيحضرش نفس بحضرش نفسه كويس خالص وبيركزي التركيز اللي هو بتاع الماتش اللي المفروض بيبقى مماتش مفروض تلاتة بونت دول اهم من تلاتة بونت متى اهل وزمالك الناس كلها حطة في بمخة تلاتة بونت اهل وزمالك دول رايحين فبينزل اللعيب بينزل اه ممكن دماغه خلاص انا امتع نفسي وامتع الناس والعب كرة كويسة عشان نظر نفس الشكل كويسة مباراة الجونة اللعيبة عندنا لعبه بمغير ضغوط عم مباراة كويسة جداً وقسب الجونة في الجونة حاجة طبعاً انت لو كنت مضغوط ممكن تقولك النتيجة ما بتقاش كده صحيح فماتش زمالك نفس القصة ماتش الاهلي نفس القصة عم مباراة كويسة جداً ونفس القصة انما اللعيب لما يلعب بمغير ضغوط بتفرم معاه بشكل كبير جداً اللعيب لما يحس ان في رقل قدامه نفس الليبل او اهل منه بينزل شايف نفسه بلغة الكورة بشكل كبير جداً فدك ان انت مدرب شاب فبتوصل للعيبة بشكل أسرع نفس الدماغ تقريباً عكس المدرب المخضرة ممكن المشاكل تدخل وده شفنا يمكن مع مدربين كتار فدك ان انت شاب يا محمد في التوقيت ده مع كمان حرس الحدود اللي انت بتعتز به قوي طبعاً انت حضرتك قربي من اللعيبة وقربي سن من اللعيبة ولعبي مع بعضهم طبعاً فدني بشكل كبير جداً اللعيبة كانت بني وبينها علاقة قوية جداً واللعيبة كانت بتتأبل الكلام وكانت بتساعدني كمان كانت بي بعض اللعيبة برباه مني كانت بتساعدني في الملعب بشكل كبير ده عشان صغر سنك ولا علشان انت دي طريقتك او هو ده اللي تعلمته يمكن من مدربين مروا عليك دي ودي انا التنم مع بعض دي طريقتي واسلوبي انا بحب بحب بقى قريب من اللعيب وحب اللعيب رايح اللعيب جدا وادام مقتنع تماما للعيب عليه واجبات وليه حقوق فبديله حقوقه كاملة عشان خاطر يقوم بواجباته كاملة تمام وبرتبط جدا عاطفيا بالفرقة بتاعتين ترتبط عاطفيا ايه اه يتشاجل قلبك اللي بيحركك غالبا اه لا بس وقت عيودك في دهي بس عمره ما يقدر يغير الموضوع لا خلاص من شبه على شيء في التدريب ممكن يكون ان هو طبعا المعدة اللي دايما بنتكلم عليها ان تبقى قريب من اللعيبة وعلاقة قويسة باللعيبة بشكل كبير بنشوف يورجن كلوب بنشوف مدربين كبار لكن في الجزء التاني ان هو على جنب شوية فيه خطة احمر بينه طبعا لعيبش امر بتحدى اه بالزبط يعني يعني كمان حتى في عملية الاختيار عملية وجودك في الحضارة من عارف المشاكل اللي بتقابلك يعني من ضمن كلامك وانت بتتكلم انت يعني استعدادك بقى للموسم اللي جاي ازاي وانت قلت كمان انت معاك كم لعيب لغاية دلغاية طب من عليك والله يبص اكبراني يعني بالشكل العام صبعا الوقت داقة جدا من اصعب المواسم لتقابل الناس في مصر خصوصا التلات فرع اللي هبطوا هيبقى عندهم مشكلة كبيرة جدا لان عشان تجهيز دي موسم جديد باللعيبة جديدة معظم اللعيبة مشهم معظم اللي كان عندنا حوالي سبع ثمان اعراض تمام اضافة الى ثمان لعيبة طبعا تم الاستغناء عنهم اضافة الى اربع لعيبة من عندنا راحوا لنادي الجيش بس في لعيبة مميزة ما زالت بقية يعني صح؟ في الحرص ثلاثة بس ثلاثة بس؟ فرقة ثلاثة بس والله ثلاثة او خمسة يعني من ثلاثة الخمسة يعني موجودين بنحاول بنحاول نبني فرقة من جديد فرقة من البداية خالص موضوع صعب مع كمان موضوع الهبوط طبعا كنا متفقين مع لعيبة كمان هسناء كورونا يعني دوري هتلغى اتفقنا مع لعيبة حوالي 12 لعيب وكنا خلصنا معهم خلاص طبعا ما فرقة هبطت محدش جالك اكيد احنا انت بتتكلم لو انت مرتبط بحرس الحدود كمان احنا عارفين طبعا سيادة اللي هو مشهور مرتبط ادي ايه بحرس الحدود معنا على التلفون وانت اكيد علاقتك بي على طبعا نستوى معالي جدا سيادة اللي هو مساء الخير على حضرتك مساء الخير يا كابتن هاني ومساء الخير على الكابت الحليم مش اعرف من حضرتك طبعا لا طبعا زميالتي سهام موجودة كمان بيتمسي على حضرتك الله يخلي حضرتك تمسي على حضرتك وبنقول لحضرتك طبعا يعني احنا عارفين ادي ايه اللي هو مشهور مرتبط بحرس الحدود وقد ديه كمان حليم مرتبط بحرس الحدود لكن كلمنا يعني على حليم أولا وعلى مستقبل حرس الحدود في السنة الجاية والدور الممتاز به ونشوفه أكيد إن شاء الله نشوفه قريب تاني عودة سريعة للممتاز إن شاء الله سادت اللي هو إن شاء الله تعالى كابتن حليم طبعا قيمة كبيرة جدا في نادي حرس الحدود وعشرة عمر 20 سنة في نادي حرس الحدود وأنا مش هتكلم على التجارب شخصية كان يقول إنه لم يترك النادي لمدة 15 سنة مخلص وتفانى في هذا النادي وجات لعروض على إيدي أنا وراح فيها يومين ورجع كان بيحكي لسه فقال يعني محمد حليم تعرض لأخطر إصابة ممكن يتعرض لها لعب في كورة القدق وتعمله عملية وتخرج من الملعب وقاعد لحد ما رجع يلعب تاني ويقفط عليه محمد حليم مدرب وقاعد حقيقي أنا بقولها بكل صراحة لإني كنت في تجربة كان إن لم نزلنا القسم التاني في أول نزول لنا وتولى المسؤولية هو وكابتن سامة مصان وعملوا فرقة ما شاء الله هي الفرقة الموجودة حاليا هي الفرقة اللي تتهافت عليها كل الأندية دلوقتي وإحنا على ثقة إن محمد حليم حيتكون فريق ويقعد يصعد دي السنة جاية للدورة الممتازة يعيد بي أمجاد حرص الحدود اللي فاز بكس مصر مرتين وكس صبر صحيح صحيح إتقاطنا كثيرة جدا في محمد حليم في مجلس الإدارة برس اللي هو باسم يعني أنا يعني أقول عليه إبني وإبني النادي ومتأكد إن هو حيصعد الفرقة دي وهو بيعاني تمام حليم لما اللعيبة بتاعته اللي عملها من القسم التاني اللعيبة مجهولة لإدن كل الأندية تتهافت عليها بداية من حرص المرمى كل اللعيبة كل الأندية الدولة متازمة تتهافت على هذه الفرقة فرقة دي لعملها محمد حليم وسامة أمصر دا للتاريخ عشان نذكر الفضل للناس دي وده نجاح لي سات اللوع نجاح لي وخليني أأكد مع حضرتك كمان نجاحه بس مش بالممتاز به في الفترة اللي تولى فيها المسئولية يا رجل أول أعتقد كمان كان بيقدي بشكل جيد جدا شكل حرص الحطوض اتغير بشكل إيجابي النتائج ما كانتش بهذا السوق لكن ما كانتش مساعدة بشكل كبير وحضرتك أكيد هتبقى سببورت وعامل داعم لمحمد لأنه نموذج زي ما حضرتك قلت لمدرب واعد مش هنقول شاب خلاص لأن المدربين الشباب في أوروبا من 30 سنة لكن مدرب واعد إن شاء الله حط الرجلي على الطريق السليمي دا 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 كلام ليس ما في مجال شك لأن من أجمل الفترات المباريات اللي العبع حرص الحدود خلال هذا الموسم تمام كانت في فترة محمد حليم كل الناس كانت بتتصل بينا تهنينة حتى وحنا خسرين سيديوهات التحليل كلها كانت بتشيط بفريق الحظور حتى لما يخسر المباراة. اه. ان كان فيه سوء توفيق في بعض المباريات. يعني كان اه يعني اه كان موجود. وانا بنهيلة بقول ان مش الفريق حرس عرسولود بوابوطه للقسم التاني ليس هو اسوق الفرق. ولكن كان فيه عشر فرق كان ممكن يبقوا في مكان اه نادي حرسولود. له بعض الاخطاء التحكمية. بعد عدم التوفيق. ولكن احنا اه بخيادة محمد حليم وجهازه المخترم. المخلصين. واي فريق عمل. في مجلس الادارة ان انا بقول برسل هو باسم. صبرت كاملا في ظهر الجهاز الفني ده. وان شاء الله الايام وانا بسبتلك ان الفرق دي ان شاء الله هتكون في الدورة المتاز. لان احنا برضو عندنا بعض الصعوبات وبيعاني محمد حليم في تشكيل فرقة جديدة. يعني. طب المناسبة دي سيادة اللواء حضرتك مسؤول عن عن التعاقدات. ايه الخطة اللي حضرتك وضعها النهاردة لبداية موسم جديد. ان شاء الله يعني تقدروا ان انتو تسعدوا مرة تانية للدوري الممتاز. كل امانة ان مجلس تضرر محمد حليم. ما عادش للحظة واحدة من بعد من سنة. بدأ بيعمل مدشاته دي. وحط عينه على على العناصر. ومجلس الهدارة مشكورا بلاد في اللغة باسم. اه. الكل طلبات يطلبها محمد حليم من اللاعبين. حيتم تنفيذ. وعاسيني ان انا اسكر اسماء يعني دلوقتي لاني طبعا اه. ما يعني اه ذكر اسماء دلوقتي ما يعني اه بالزبط. وامحمد حليم يعني اه برضو نقدر نقول كان ممكن يقول اللاعبة اللي عندي دي اللي مش هتتحرك لها تقعد تلعب في الدركة التانية. ولكن اللاعبة دي اخلاص في ودة النادي. وهو برضو وافق على انه اه ينتقل للدولة الممتازة. وده برضو اه يحسب له. ممكن انا عاد غير يقول لها الفرقة دي واللعبة دي انا انا اللي عاملها وانا اللي جابها. وانا اولا. وانا اولا. اه. لكن هو برضو فضل مصلحة النادي. ومصلحة اللاعبين على المجهود اللي بزيله هو محمد ميكي باختيار عناصر جديدة جدا. ان شاء الله تتفرجوا عليها في الموسم القادم. هتشرف الكورة المصرية. واللعبة دي هتستمر معانا في الدولة المتازة. محمد حليم لما بيختار لاعب. ما بيختاراش لاعب مرحلة. انه هو يخليني يعدي بتاع. بيختار لاعب لنادي حرس الحدود. اه بيبني بيبني فريق للمستقبل يعني اه مش مش مجرد ان انا حاعد بس نادي اتعاودها. اه هتلي واحد ده اصدنا لعيب طريقة ثانية يكسب لك. بيعملوا فرقة لستمر لنادي حرس الحدود. طب حليم تقول ايه لي سيادة اللوة? طبعا سيادة اللوة رحلة الكفاح طويلة مع انا مع بعض من تسعة تسعين مع انا طبعا. ومنعتبر كلنا آآ بلينا طبعا. وآآ رجل ليه فضل كبير جدا على نادي حرس الحدود. وآآ سيادة اللوة طبعا. يعني روح مش عال في يقوله ليه اي حاجة لان هو يعني يعتبر هرم من اهرمات نادي حرس الحدود. ده حقيق. وليه كل تأدير واحترام طبعا. وحتى باين من تون الصوت كمان. الروح والحماس. يعني باين جدا من حماس حضرتك طبعا. ان شاء الله بإذن الله. حضرتك قلت نادي حرس الحدود بقى من علامات الدور المصري يعني حاصل على الكاس مصري بشكل كويس. ويمكن الصراع الكبير جدا. والموسم الاستثنائي اللي مرنا بيه كلنا. وكان فيه تقريبا زي ما حضرتك قلت. اكتر من تمن تسع فرق طبعا بيصاروا على الهبوط. لكن كلنا ثقة في حضرتك ومجلس الإدارة. كلنا ثقة في محمد حليم كمدرب واعد إن شاء الله. ونشوف حرس الحدود بإذن الله. الموسم اللي بعد اللي جاي إن شاء الله يكون موجود في الدور الممتاز. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بإن هو حدد موضوع انتقال اللعيبة وأيضا المدربين. يعني موضوع آمن المزين. يعني عد النهاردة عد موسم صعب جدا في فكرة تغيير المدربين. كنا بنشوف أي من مزين يعني. وأن تعرف أكثر من نادي. وطبعا. أكثر من نادي. ده قرار مهم جدا طبعا. ده قرار مهم جدا ومحترم جدا وكان مفروض من زمان. لأن طبعا لازم المدرب يحترم تعقداته الأول. ولازم إقدارة النادي برضو تحترم تعقداتها مع المدرب. هي علاقة متبادلة بين الاثنين. لازم يبقى فيها احترام. ولو النادي غلط. النادي يتعاقب. لو المدرب غلط. المدرب يتعاقب. ما فيش أي مشكلة خالص. لأن ده علاقة محترمة بين الاثنين. يعني ما فيش نادي يبقى فيه تعانوت مع المدير الفني. كل شوية غير مدير فني. ولا فيش مدير فني يجي له عرض أكبر يسيب النادي ويمشي. فدي علاقة متبادلة واحترمة جدا. حصل كثير جدا حوالي أعتقد. أعدنا الخمسين مدرب. اكتر من واحد وخمسين مدرب. موضوع صعب جدا جدا يعني لما مدرب يتنقل في ربعة خمس اندية يبقى النهاردة بيلعب فرقة. وتاني يوم بيلعب نفس 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 الفرقة اللي كان بمسكن بارح. فموضوع صعب. موضوع صعب. وأعتقد ده قرار محترم جدا. وقرار دي كل إجلال وتقدير. زي ما انت قالت يا حليم هو قرار جيد جدا ومش بيزبط بس العلاقة العاقة التعقدية ما بين المدرب آآ ومجلس الإدارة. لا كمان ده بيدي فرص للمدربين. طبعا. الشباب يعني انت خلاص انت يعني في كانت الدائرة مقفولة زي ما بنقول كده بلغة الكورة. لكن اعتقد ده هيدي فرص للمدربين. الشباب طبعا. اللي طالعين زيك. وعندنا امثلة كتير عندنا عبد الحميد بسيوني. وعندنا احمد سامي. وعندنا احمد النحاس. كل دول زي ما بتدور كده على لعيبة صغيرة. طبعا. عشان تبقى مسؤولة عن الكورة المصرية كمان. يعني المدربين. هو طورس اجيال. يعني ده طبيعي. ده طبيعي. في كل في كل الحاجة. في اللعيبة. في المدربين. في كل حاجة. بس ده اجبر حدد من المدربين الشباب. شفناهم في الموسم ده. انا عايز اعرف منك. بس بعد الفاصل. ونرجع. هل ده ظاهرة. وممكن تنتهي. ولا ده خلاص بقى سيستم نهج. بقى سياسات ادارات. بعد الفاصل اللي بتي كده. ارجعنا مع حضراتكم مرة تانية. والكابتن محمد حليم منورنا ومشرفنا كابتن. وعايز اغبك بقى الجزئية. وكنا بنتكلم ويمكن في الفاصل على استعداداتك والممتاز به. شايف قرارات اتحاد الكورة بالغاء الهبوط في الدراجات. مع عدد دوري ممتاز. شايف هزيه. طبعا. مع عدد دوري ممتاز. حاجة غريبة جدا صعبة طبعا. يعني انا مش عارف. الاقسام كلها مرتبطة بعد. ده تحقق القرى لكل الاقسام. وليس الاقسام التاني والممتاز. كل الاقسام زي بعض. خصوصا ان احنا كنا في اجتماع في اتحاد الكورة قبل استنافة دوري. وكان بياخدوا اراء الناس. كان يعني معظم الناس محبزة فكرة العودة مرة تانية. لان فترة طويلة جدا من من توقف اربعة شهر ونص. يتخلى لها اربع اسابيع او خمس اسابيع. طبعا كانت هناك مدرب كبير. بس خليت نتكلم كل امانة. هي فترة العودة الدوري افادت الكورة مصرية بشكل كبير كتير. تماما. دي نقطة. هل تترقت وانتوا بتتكلموا مثلا بتحطوا بلاننج اه عودة الدوري. كان فيه ناس بتقول اه ناس بتقول لا. كل واحد لي يعني وجهات نظر. لكن ما تترقتوش لمسلا او اتحاد الكورة ما قالتش ما صيرة خلاص الدوري هيرجع مسلا وما فيش هبوط ما جابش يعني ما كانش فيه اي حاجة. لا ما ما فيش كانش فيه كلام ده وكان الموضوع ان هي مهمة وقومية ومصر. والدولة محتاجة الدوري يرجع عشان الحياة يرجع مرة تانية. صحيح. وكانت لازم كلنا طبعا قدام تدير الرغبة دي. كل الناس توافق طبعا ما فيش حد يرجع خالص. بس انا بكلم ان انت لعب سبعتاشر ماتش. سبعتاشر ماتش في زل وجود جائحة الكورونا. طيح. فكان مشكلة صعبة جدا ان يعني دوري ممتاز يلعب سبعتاشر ماتش. الممتاز به يلعب خمس ماتشات كل خمس ايام. احنا كل يومين او ثلاثة ايام. ايه رغو الهبوط في الممتاز به. وفي الدرجات الادنى. وما يغوش في الدوري ممتاز. تأثيره عليك ايه يا حليم في وانت دلوقتي موجود في الدوري في الممتاز به. وبتستعد وبتعمل فرقة واعتقد كمان يعني التبعيات عدم يعني الغاء الهبوط. عدد الاندية اكبر بكتير من السنة اللي فاتت. وبالتالي اعتقد وصل ثلاثة مجمعات كل مجمعه في الستاشر او سبعتاشر فريق فده. اه يعني مرضود ايه عليك واستعداداتك ايه للسنة الجاية من خلال الجزئية دي. وكان ما تروح طبعا السنة اللي فاتت لان هو ممتاز بيها فكرة دوري المحترفين وكان ديه فكرة محترمة جدا جدا. وكان الناس كلها بتحبزها لانها كبقى في دوري محترم دوري. من مجمعه واحدة. اه مجمعه واحدة على مستوى الجمهورية كلها. ديه حاجة كويسة كبير بيحصل زمان برضو. انا لما عرفت الفكرة كان حاجة يعني هتعلي من مستوى القرورة المصرية بشكل كبير جدا. فجئنا طبعا اتلغى الهبوط. في فرق طبعا فرق صعدت. العدد كبير جدا في كل مجموعة. اه يعني احتلعب حوالي زي الدوري الممتاز اربعة وتلاتين ماتش او اتنين وتلاتين ماتش. فحاجة حاجة تبقى تبقى صعبة جدا. يعني وفي طبعا فرق في الدور الممتاز به. امكاناتها بقت صعوبة كمان اوه. امكانات عالية جدا. ودوري دوري بقى صعب بكل المقيس يعني. احنا جربنا قبل كده من حوالي ثلاث سنين. كان معي كابتن سامي قمصان طبعا كان مدير فني. عملت فرقة هايلا. كان فرقة كويسة. والحمد لله ادرنا ادرنا نسعد. كان في صعوبة كبيرة جدا. يعني بتقابلت صعوبات في الملاعب. بتقابلت صعوبات في في الاقامات في التنقلات. كانت حاجات صعبة جدا. يعني بحاول اعمل توليفها كويسة بين لعبة الدور الممتاز اللعبة اللي بقت معي. ولعبة الممتاز به. اللي عندها تموح. اللي بتحاول بتحاول تثبت نفسها في شكل كبير جدا. بس انا بتقابلني مشكلة كبيرة جدا طبعا. ان فترة. فترة الاعداد. هعمل تعمل انسجام امتا? امش اتعمل انسجام امتا? يعني لو الدوري خمسة وعشرين زي ما هوا مطروح. دوري خمسة وعشرين. انا لسه مخلص دوري الجمعة للقبل اللي فاتت. صحيح. يعني من ثم انتيام خلص دوري ممتاز. ماتش الجونة اخر ماتش. لعبة كتيرها ماشية جدا. يعني المشكلة انك بناء فرق انا في فرق امشي. بزبط. عنده فرق امشي. فلنك عايز يجيب طبعا لعيبة. بتحل انسجام امتا كابتن هاني. وازاي تشتغل مع. ازاي شغلك يبان مع اللعيبة. وازاي تبدأ الدوري بشكل كويس. كل دوت صعوباتك. صعوباتك كبيرة جدا. بس كوتريسة اسألك. يعني انت بقى اكيد. المشاكل دي بقى انت بتفكر فيها. اكيد من بدري. يعني قررت اتعمل ايه. يعني حطيت النوات في الحروف. قلت انا هعمل ايه السيستم اللي انا همشي عليه. طبعا عاملين بلايين. انا من يوم الخميس اللي فات عاملنا وامنت امبارات مبراودية. وبوقت عندي مبراودية. ومن الخميس الجاي عند مبراودية. فبحاول يعني اجاهز اللعيبة. بشوف بدل الانسجام. بشوف اللعيبة اللي هتقدفدني بشكل كبير جدا. هي مشي اختبارات خالص. هي على قد ما هو بتأكد من اللعيب اللي انا جبته. طبعا كشفي فرصة ان انا نتفرج على العيبة. اللعبتك ماتشو ودي. او ماتشو واحد. والتاني والتاني بكرا ان شاء الله. كانت قيمك ايه للودي اللي سبق. يعني كان اتمرنه اربعة ايام بالزبط. اللعيبة اتمرت اربعة ايام بالزبط. ما فيش مقدرش اقيمه. اقايم بعد اربعة ايام خالص. هو عندي مباراة بكرا مع نادي المصر. ويوم الخميس مع نادي امبي. فحاول اكاوم فكرة كبيرة. طبعا فيه لعيبة برضو يعني بعد القيمة الاولى يوم الاربع. فيه لعيبة برضو. هجيب لعيبة تانية من القيمة دين لما فيه لعيبة تقع. هجيب لعيبة زود الفرقة بشكل كويس. انت منتظر بعض اللعيبة من الممتازة. او من الممتازة احاول احاول دمهم بشكل بشكل كبير. فيه لعيبة بحاول اخلصها طبعا بمبالغ مالية. اه اه بنذكر الاسماء يعني. فلسه لسه برضو منتظر منتظر خلال يومين او ثلاثة اكون الفرقة. انا 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 الهيكة بتاع الفرقة يعني حوالي خمسين في المية دلوقتي. خمسين في المية وانت بقى تبني ان شاء الله بس المسئولية والمشاكل الكتيرة دي كابتن محمد ممكن يجي على بالك ان انت لا ممكن ان سحب خالص من المشاكل دي. لا انا متعودش على كده. علشان محدش يجي يحملك المسئولية كاملة في النهاية ولا لا انا يعني مع الفريق لحد اخر لحظة لحد اخر نفس. انا متعودت طول عمر ان انا اكافح. من هو انا لعبت انا كنت مناشئين دي الترام. قبل مروح نادي السواحل او حراس الحدود. فانا الحمد لله بكافح من سوريا. لو كنت معنا دي تاني كنت انسحبت مبكرا. ده طبعا. اصلية دي ظروفة حتى دي فكرة مدرب. لازم يعني زي ما بقولوا من راحة من معناها ترد بطولة. فقال لازم تعاني عشان قطر تثبت الناس ان انت مدرب كويس. لازم تعالي وتلاقي سعوبات تغلب. تحاول بكل الترق انت تتغلب عليها. عشان قطر ربنا يكرمك. فقدما الانسان بيتعب وبيحاول كبر خلي بالك. انا انا في اعتقادي ده بيكبر كمان. ونظرة الاندية ومجالس الادارة بتختلف عن المدرب اللي بيلاقي يا دوبك. انا لا الفرق اعطا عفا روح ماشي. فالنظرة بتختلف عن المدرب اللي بيكمل للنهاية وبيكمل لاخر لحظة والاخر نفس. فاعتقد ان انت ان شاء الله هتكون باذن الله مشروع يعني ان شاء الله مدرب نجح. السنة هتبقى صعبة اكيد لكن سيدة اللي هو طبعا والناس مقتنع بك وان شاء الله تقدي موسم اكتر الرائع وكلمتنا على بداياتك برضه عشان الناس عايزين نعرف جزئية صغيرة بداياتك ازاي محمد حليم بدأ قرط القدم اصلا يعني من البداية. انا بدأت كابناني في نادي الترام وانعني 13 سنة مقعدت في نادي الترام لغاية سن 19 سنة او 20. بعد كده بدأت دخلت دخلت الجيش رحت اعارة النادي حرص السواحل وقتها كان نادي سواحل اسمه السواحل. مدة السنة. السنة التانية اخذوني اعارة مرة تانية. والسواحل كان بيلعب في تازوه. قلناك متاز بها. متاز بها. العبت معهم سنة الاولين اعارة سنة التانية اعارة سنة التالتة اشتروني وقتها كان بعشر تلاف جنيه تقريبا من نادي الترام. عشر تلاف جنيه. بس اذكر اكيد مبلغ وقتها كبير ياركي. كانت سنة 2000. مش بعيد قوي. فالسنة دي اللي اشتروني فيها كان كابتن طرق العشري هو مدير الفني. كان اول سنة اللي كان مدير الفني. صعدنا ربنا كرمنا وصعدنا. والحمد لله صعدنا دوري ممتاز. الفرقة كلها ماشيت كابتن حلمي تطعون الجيم بسك الفرقة. ماشيت الفرقة كلها بقى الخمس لعيبة. انا كنت من الفرقة دي. كانت كل سنة واحد بيمشي من خمسة دولار. كل سنة واحد بيمشي. وبيصفوا. الحمد لله انا الوحيدة اللي كملت لغاية الاخر. لغاية الاخر. وبغاية ما نهيت نهيت حياتي في نادي حرص الحدود. بطولة كمان بطولة كاس مصر. طبعا كاس مصر. حصلت الاصابة اللي اعلى اللي ستنوى ماشور دي. في 2007. ايه بقى اصابة قوية دي. جالي كاسر في الجنجوم ونزيف في المخ. يا ساتر يا. كان التحام في مطش مترو جيت مع محمد كوفي. محمد كوفي؟ اه لا. حدك عارف. دكتور قال لي انت لو دخلت في مقطورة مش تعمل كده. ده حقيقة اه ده. تكت عملية بقى. تكت عملية. كبيرة. عملية كبيرة جدا. طبعا. وقف جنبي بشكل كبير جدا. وقف جنبي بشكل كبير جدا. اه يعني طلعت من استاد السويس. على مستشفى جرود. اه اعملت الاشاعة. اول ما عرفوا ان في مشكلة. طلعت على طول على مستشفى المعادي. كان دكتور محمد توفيق. كان لواء. لواء طبيب. وست المشير كلمه. استقبلني بباشرة. وعملت العملية في نفس اليوم. يا. لان قال لي. لو قد قعدت لثاني يوم الصبح. كان يحصل على في شراء النسفي. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. الحمد لله يعني. فقد اصاب كبيرة جدا. اعدت فيها حوالي. سبع شهور ملعبش كورة. بس انا كنت بعد اول شهر. كنت بنزل مرة لوحدي. بعيدة عن اي حد. فاعدت فترة سبع شهور ملعبش. بعد ذلك رجعت لعبت على طول. فالحمد لله رجعت نفسي مرة تانية. واخدنا بعديها بتولي كاس ماصر سنة 2009. وبتولي كاس ماصر سنة 2010. واخدنا السوبر 2009. الغات ما اعتزلت طبعا سنة 2015. لقيت اخر دقيقة في الملعب. كنت في الملعب مباراة الإسماعيلي. في برج العرب. لقيت 90 دقيقة. دي كانت مباراة الاعتزال. تقريبا يعني. طبعا مباراة الاعتزال. لقيت 80 سنة ونص. المدربين اللي انت. يعني. استفدت منهم. اكتر مدرب محمد حليم استفد منه. كم من؟ انا كنت بحبك كابتن حلمي طلان جدا طبعا. يعني. عدت معي خمس سنين. وكابتن طارق طبعا. يعني برضو سنين طويلة من الممتاز به. والدارو الممتاز. طبعا. يعني. اخدت خليط بدين اتنين. وكابتن ماس سليمان طبعا. اشتغلت معاه شوية. رجل من اكتر الشخصيات المحترمة في الدنيا. كابتن ماس سليمان دوت. والراجل دماغه جميلة. انا بحب اخد كل احسن حاجة من كل مدرب. يعني. بشوف كابتن حلمي ايه احسن حاجة فيه. كابتن طارق احسن حاجة فيه. طبعا كلنا لينا ايجابياته سلبيات. فحاول اخد الايجابيات كلها من كل مدرب. واتطبقها مع لعيبتك. وحاول اعمل كوكتيل منهم. وحاول اطبقهم مع اللعيبة. فاستفدت من كل مدربكات محمد عمر طبعا. دربني. هو اللي جابني اللي انا حرص الحدود. اصلا محمد عمر وانا في الترام. طب انا سألتك سؤال قبل الفاصل. يخص المدربين الشباب. اللي ظهروا بشكل لافت للنظر. خاصة الموسم ده. هل انت بتعتبره ظاهرة. وهنتراجع عنها. ولا لأ. ده سيستم. ده سيستم إدارة. ده نهج الإدارات ومجالس الإدارات. وعت عليه خلاص. المفروض هو المفترض. ان الإدارات كلها تتمسك بالتجربة. ان التجربة أثبتت نجاحة بشكل كبير جدا. فتتمسك بالتجربة. وتدي فرصة. شايف تجربة نجحت كابتن محمد؟ بشايفة الناس كلها بشايفة كل الخبرة. طبعا كل اللي خده فرص بصراحة أثباته جدا. أثباته جدا مشاكل كبير طبعا. كابتن كوشري. كابتن علي ماهر. كابتن عمد النحاس. كابتن وحيوب بسيوني. كابتن أحمد سامي. كلهم أثباته. كابتن سامي قمصان طبعا موجود في النادي الأهلي. بس طرق المدربين الكبار. اللي يبقى لهم اسم كبير جدا. لأنه مدرب مجتهد. اشتغلت معاه حوالي سنتين. طبعا. اشتغلت معاه مدرب مساعد. كابتن عمد بسيوني أو ما بطلت. وبعد كده اشتغلت معاه مدرب عام. طبعا من الناس اللي ليها محترم وخلوق. وكان ليه دور كمان مع موسيماني بشكل كبير. ويمجن دايجور رينة كمان اللي ملاك في النادي الأهلي. واداءه اجماليا اجمالي. النادي الأهلي السنادي. انت كنت شايفه ازاي. وانت قابلت النادي الأهلي وشفت. وشفت على الطبيعي اداءه. النادي الأهلي مر بمراحل طبعا. بدأ كويس جدا قبل الكورونا. بعد الكورونا حاسيتم فيه تزفزب شوية في الأداء. اعتمدوا على تغيير الخطة بشكل كبير. كان لعب بطريقة 4-4-2. اعتقد ما كانش ناسب النادي الأهلي. على طول بيعتمد على وجود صانع لعب 4-2-3-1. اتصانع لعب بشكل كبير بين الخطوط. ميستر فيدر لما لعب 4-4-2. الشكل اختلفت كويس. بشكل كبير جدا. ماتشنا على قل ماتش حرص الحدود الدور التاني. لعبوا ب 4-4-2. باللعب العكس انه كنت متوقع. ماتش اللي قبلها كان لعب كده. كنت متوقع وكنت عام حسابي بشكل كبير. لعبت 3-5-2 المبارادية. وعمل شكل كويس جدا. هم لم يسبون وكلهم لشيء لم يغيروا الى 4-2-3-1. لعبها العملية مش نفعة. في ديئة 86 ودخل فيها ديئة 86. مراحل مختلفة. طبعا دعما أقول حدام . قبل الكورونا كان شكل كويس جدا. بماتش النبي رب بعد الكورونا الشكل اختلف تزيزي بالأداء شوية. عندما جاء مستى المسلماني طبعا. يعني الراجل ليه صوالات وجولات ، بعض الناس اعترضت على وجوده. اعتقد ان الناس من اكتر مدربين اللي هيبقوا نحيين في مصر ان شاء الله لان راجل لي بصمة كبيرة جدا مع صان داونز وكان لي شكل كويس جدا بيحول بيلعب كورة بشكل وانا بحب المدربين اللي بيحبوا لعبوا كورة بيوصلوا بسهولة يعني زي ما قلت البداية لها نهاية بداية لها نهاية من غير بداية مرة تنهي كويس ومرة قديدة مش تنهي كويس بس بيتوقف برضو على بيتوقف على الادوات اللي معاك القدرات اللعيبة اللي موجودة طبعا بشكل كبير جدا بس يعني ادام جبت لعيب انت ممكن تتوقع اللعيب لفكرك قدرات اللعيبة بمناسبة قدرات اللعيبة قيمت ازاي السولية وديانج وحمد فاتحي طبعا ديانج ده طبعا دبابة بشارية طبعا راجل من اول ما جاء مصر حتى ما خدش فرص كتير جدا في اللعبة في الاول بس كان باين عليه انه هو خامة لعيبة خامة لعيب كويسة عنده قدرات كويسة تقدر تخدم النادي الاهلي خصوصا بشتغل من صندوق لصندوق بشكل كويس جدا يعني بصير مش وحش حمد برضو عمل شغله كويس جدا قبل ما تصاب بعد كده جاءت الاسابة اخرطه شوية ورجع بشكل كويس برضو بدأ ارجع مرة تانية السولية طبعا هو اعتقد نجم خطة دوس قسة النادي الاهلي بيكمل يعني تطور كنتير جدا بقى بيكمل بشكل كويس جدا جوة 18 تصويباته بقى لها بقى لها مرضوك كبير جدا في فوز النادي الاهلي بمشاك كتير جدا يعني هو تطوره ظهر في تكميلة الهجومية بتاعته بقت اكتر واكتر ايجابية مع موسيماني تقصد مع موسيماني ومع أمن قبل كمان بس هو زي ما انت قلت هو الأداء بيكمل بشكل بشكل كبير جدا وده هياخدنا لرؤيتك للمباراة النهاية النهاية الأفريق طبعا مباراة كبيرة جدا ما بين الأهلي والزمالك 27 نوفمبر رؤيتك للمباراة النهاية من خلال المباراة دين مباراة الأهلي والزمالك معادك عارف كبتانين وحدك لعبت كتير ملاقاش اي مقايز ملاقاش اي مقايز شايفها ازاي طبعا شايفها ازاي ماتش يبقى صعب جدا طبعا خصوصا مع الفريتين متحفزين جدا بطولة كبيرة جدا طبعا بطولة أفريقيا ظروف متشابهة تماما نادي الأهلي نادي الأهلي عنده مموعة كبيرة جدا من لعبة المميزة نادي زمالك يعني من سنين كثيرة جدا ما جابش لعبة المميزة بالشكل الكويس دوت خصوصا على المستوى المحترفين فالمباراة أعتقد هتبقى مباراة صعبة على الفريتين خصوصا أن الماتشات الدوري كانت فيها شد وجدب بين الفريتين أعتقد المحترفين في الفريتين هم هيعملوا الفريتين هيعملوا الفريتين كابتان محمد شرفتانا النهاردة ربنا خليك كل توفيق ليك في مشوارك اللي جاء حليم شرفتنا ونورتنا وبالتوفيق وإن شاء الله الموسم اللي بعد الجاي إن شاء الله نشوفك في الممتاز مرة تاني شكرا جزيز دي طبعا كانت نهاية فقرتنا في البيت الكبير ونهاية حلقتنا إن شاء الله بإذن الله على موعد بكرة الساعة عشر لغاية الساعة واحدة في البيت الكبير تسبوع على خير